السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحديثكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته من منصة الربح السريع للمحترفين كيف حالكم؟ عصاكم طيبين سننتعديل على شموع فدائي والمبروقة شوية الشركات قلت وأضفنا الآن اختراق جميل جداً اختراق خط الصفر طبعاً فيه هنا اختياري عندنا التصفية الأخرى هنا A1 A2 أيضاً ممتازة وفيه هنا أنا ما أحب التصفية دي هذه ستاندر أي اختراقات يطلع لكن الضعيف يتعبك الضعيف يتعبك اليوم توب يخترق شوف سوا حركة حلوة شوية يتعب تجيك شركات ضعيفة إذا ما ركزت ممكن تأكلها تمام؟ اليوم بتكلم على خطوط الزقزاك للمحترفين حلوة حلوة للمضاربين حلوة أحلى يعني أحلى موشر لقيته للمضاربين شوف عندي هنا الغاز هذا خط الزقزاك وهذا خط الزقزاك وهذا كبير يسموه خط الزقزاك عشرة طيب لو نلاحظ الآن هنا في المنطقة هذه لم يستطع الاختراك على خط هذا خط هذا سكف البولينجر والخط هذا نزل رجع اخترق سكف البولينجر وما استطاع ونزل رجع هنا مرتين قابل الخط الأول وسوى قمة وصار في خط ثاني عندي خط هنا من 91 صار في خط جديد على طول المقاومات تصير خطوط على الزقزاك لم يستطع هنا برضو لم يستطع واخترق البولينجر هنا اليوم يخترق وضرب قمة خط زقزاك من القمة 91 والقمة 93 تقريب ونزل طيب أنا كمضارق كيف أشتغل أنا أبيع على المقاومات وارجع أشتري من تحت وبيع على المقاومات وارجع أشتري شوف هنا واحد أخذت مرتين من اثنين هنا ثلاثة بعت المرة الأولى هنا واشتريت بعد أن بعت هنا هذه اثنين بعت هنا ثلاثة بعت هنا أربعة اليوم خمسة خمس مرات لو قلنا أنه كل مرة خط فيها أربعة ريال ما أنا بنقول ستة ريال أربعة ريال هذه كم؟ هذه عشرين ريال والشركة القوية ما تشتغل لها مع شركة قوية ربحانها تمام؟ شوف عندي هنا اليوم تعرض على الخط هذا والخط في الغالب أفضل بيع إذا اخترقت الشمعة البولينجر تبيعي في الغالب اسمه دائما خلينا نشوف سهم ثاني اللي هو ذيب باقي لأ باقي شيء هنا عندي البولينجر شوية ضيق لكن لو نلاحظ هنا ذيب واسع طيب عندنا الشمعة هذه هنا منطقة بيع للمضارب وهذا خط زقزاق عشرة هناك العشرة بعيد فوق طيب هنا اثنين تسعة وستين وهنا ثلاثة اللي هو ثمانية وستين وربعين على خط الزقزاق ها ها هذا خط الزقزاق شايفينه؟ هذا خط الزقزاق اها تبيع على الخطوط شو عندنا عندنا الحفر خلينا نشوف الحفر أنا ما أدني عشوائي عشوائي أيوة هذا الحفر عندنا هنا من مية وتسعين هذا يعتبر إذا كان في قناة هابطة زي الحفر يجيك على تحت الأخضر قناة صاعد يجي الأخضر على فوق طيب هنا عندي الآن خط زقزاق عشرة ضربنا هنا في المنطقتين هذه مقاومة قوية جدا ونزل هنا تبيع عندك مضارب تقفل صفقتك مباشرة هنا شايفين الشمعة كيف اخترقت البولينجر ما كان في خط الخط جاء بعدين تقفل الصفقة لسهذا مدرسة ثانية هذا الخط الآن اللي جاء من القمة هذي شوف تلاقى فين تلاقى نفس الوقت مع خط زقزاق عشرة طيب خلينا نشوف مثلا مين ارتبعت مين ارتبعت نقول مثلا العربية العربية طيب لاحظة يا اخوان ثواني العربية العربية هذا واحد هذا الشمعة اخترت البولينجر وصار خط زقزاق عشرة من هنا هذا اثنين تمام هذا نفس الشيء ما يفرق معايا هنا عندي الخط جاء خط زقزاق اصغر في خمسة وفي ثلاثة بشوف كلها مقاومات كلها قاعد يضرب مقاومات ناخذ مين كمان مين ارتفع مسك هذا مسك عندي هذا واحد لا هذا الاولى هذا الاولى عشان هذا الخط هنا اثنين على خط زقزاق هنا ثلاثة على الخط هذا هنا اربعة هنا خمسة هنا ست هذه الخطوط قدام اعرض على الخطوط انت كمضارب اعرض على الخطوط والله قاعدت فيها مرة تقريبا سنة واحد وعشرين واثنين وعشرين ما قاعدت عليها بس قاعد عليها بس شغال عليها صراحة كانت سنة مميزة بعدين اتغير تبطط ما عجبت ما عجبت مين طالع مثلا الغاد جزيرة تكافل اخرين شوف جزيرة تكافل شوف جزيرة تكافل نستوى شوف هنا يضرب هذه محاولات ضعيفة شوف الشمعة من راحت قربت من فين هنا واحد عشرين ثلاثين هنا اثنين عشرين ثلاثين هنا ثلاثة عشرين عشر قرب بس هنا انت الامر جاهز هنا امرك جاهز او انك عارض ما شفتو عدل امرك قفل صفقتك وهنا طبعا هذه لا هذه المرة الاولى باختراق البولينجر هنا في خط جاهز هنا تبيعي هنا ثلاث هذه طبعا خطوط ضعيفة يعني ها يحاول تقدر تبيع نص الكمية فيها هنا نص الكمية هنا كامل او سبعين في المئة من الكمية تحياتي تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة